أهلا بكم شكلت كارثة الفيضانات التي وقعت مؤخرا في منطقة البحر الميت بالأردن وأودت بحياة أكثر من عشرين شخصا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال فاجعة أليمة وردود فعل حزينة على المستويين المحلي والعالمي فقد أعرب قداسة البابا فرانسيس في برقية بعث بها إلى المطران ألبيرتو أورتيغا مورتن السفير البابوي في الأردن بعد سماعه بالحادثة عن حزنه العميق وتضامنه القلبي مع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية داعيا في صلواته للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل وفي السياق ذاته دعا مجلس كنائس الشرق الأوسط العالم إلى التضامن مع الأردن والصلاة على نية الضحايا وبخاصة الأطفال الذين قضوا نتيجة السيول والفيضانات التي اشتاحت منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي كما عرب رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن بالغ حزنه حيال حادثة سيول زرقاء معين المروعة وقال غبطته في بيانه لقد صدمنا من هول الفاجعة التي هزت قلوبنا وقلوب كل محبي الأردن لنؤكد وقوف كنيستنا المقدسية إلى جانب هذا البلد الطيب وقيادته وشعبه وأجهزته الأمنية التي لم تتوانى لحظة عن عمليات العون والبحث والإنقاذ حقيقة هذا الحادث كان حادث مؤلم جدا لعبنا كل الوطن الواحد لأنه لما بتألم عضو من الجسد بتألم كل الجسد وقلبنا بتألم مع أهالي كل الضحايا ضحايا هاي الحادثة المؤلمة ولكننا كنا رجاء أنه ربنا هو اللي رح يعطيهم القوة والعزاء حتى يتخطوا هذا المصاب اللي هو كثير كبير والأولاد الأطفال وكل اللي مضحوا بأنفسهم في الإنقاذ أو في اللي صابهم هذا الحادث المؤلم نطلب من ربنا لإلهم الرحمة وهون نحن منعزي أهاليهم أهاليهم ومنعزي الوطن ومنعزي جلالة ملكنا وكتير مرات مهم أنه نحن كمان نأخذ العبر من هاي الأحداث حتى نشتغل كل واحد منا حتى أنه ما تتكرر وهي هي المسؤولية في الإصلاح الإصلاح ما بيجي من خلال أنه نحكي فلان عليه الحق وفلان عليه الحق ولكن الإصلاح بيبلش من نفسنا أنه نحن ننتبه لنفسنا نحن نتحمل مسؤولية كل واحد كل فرد بداخل المجتمع أو المسؤول مسؤوليته وهيك منبلش في الإصلاح ابتداء من النفس ومن ناحيته أعرب رئيس أساقفة باترا وفلدلفيا وشرق الأردن للروم الملكين الكاثوليك كير جوزيف جبارة عن بالغ حزنه وأساه حينما سمع بعدد الضحايا والمصابين بفعل فيضنات السيولي في منطقة البحر الميت وما ألحقته من أذن وضرر بعشرات الأطفال المتنزهين في المنطقة مناجيا لله العلي القدير أن يرحمهم ويكتب الشفاء للجرحة وأن يحمل أردن أرضا وشعبا وملكا وصلنا ببالغ الحزن نبأ وفاة مجموعة من الأشخاص في البحر الميت هذه الكارثة الطبيعية التي حدثت في البحر الميت من جراء السيول من جراء الأمطار التي مرت يوم الخميس بعد الظهر ما أنه سهل أنه الإنسان يفهم ثوران الطبيعة ما أنه سهل أنه يفهم الشيء الذي حدث ويما كثير من حط المسئولية على بعضنا البعض من حط المسئولية على الله بكل مجرى ولكن لازم نعرف أنه الله ما له دخل بهذه الأمور التي جرت بالحوادث الطبيعية التي حدثت يوم الخميس على صعيد متصل شاطرت البطرياركية اللاتينية في المملكة الأسرة الأردنية ألمها وحزنها الشديدين في هذه المحنة العصيبة التي أزهقت حياة العديد من المواطنين جلهم من الأطفال الطلب الأبرياء ومعلميهم ودعت البطرياركية في بيان لها موقع من النائب البطرياركي للاتين في الأردن المطران ويليام الشوملي أن يفيد الله واسع نعمه الجزيلة على الضحايا والمصابين ويمنح أهلهم وذويهم الطمأنينة في مصابهم الأليم وختمت البطرياركية بيانها بالدعاء لأن يجعل الله الأردن آمنا مطمئنا وأن يعزز الوحدة الوطنية بين أبناء شعبه ويحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة نحن نتألم كثيرا في هذه الأيام مع أهالي هؤلاء الأطفال الذين غادرون بعمر الورود وبنفس الوقت نطلب من أصحاب القرار بأن يأخذوا الإجراءات الاحترازية لكي لا تتكرر هذه الأمور فيوجد جهد على مستوى المدارس الخاصة والحكومية ويوجد أيضا جهد على مستوى وزارة الأشغال العامة لكي تحسن أو تصون الجسور ومعابر المياه ونطلب من كل المسؤولين أن يجدوا أين الثغرات التي تمت عزاؤنا للأهالي وعزاؤنا للأردن وبنفس الوقت نشد بأيدينا على الدفاع المدني وعلى الحكومة الأردنية وعلى دولة رئيس الوزراء وجلالة الملك الذين وقفوا أثناء هذه الحوادث الأليمة بقرب المصابين لكي يسعفوهم وأيضا لكي يعزوا أهلهم وتضامنا مع أبناء الشعب الأردني الواحد في مصابه الأليم قرعت كنائس المملكة أجراس الحزني وقيمت فيها القداديس علنية شهداء فاجعة البحر الميت كما أقيمت الصلوات الخاصة في مختلف الكنائس الدينية بمشاركة الأباء الكهنة وأبناء الرعاية من طلبة المدارس التابعة لكنائس المملكة وعوائلهم ودع المؤمنون في صلواتهم أن يتغمض الله الشهداء برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر وعزاء الإيمان وأن يكتب للمصابين الشفاء العاجل والحياة السعيدة وأن يحفظ الأردن من كل سوء ومن جهته تلقى مكتب نورسات الأردن تعازي ومواساة إدارة فضائية نورسات في لبنان بهذا المصاب الجلل حيث قالت مديرة المكتب الدكتورة باسم السمعان نحن كإعلاميين تابعنا الفاجعة بألم شديد منذ وقوعها ولا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا أولا بهذه النخبة الواعدة من أبناء الوطن وعزاؤنا الموصول لأهالي الضحايا وذويهم متمنية للشهداء الرحمة والمصابين الشفاء والعودة إلى مقاعدهم وأعمالهم نحن نعزي أنفسنا منعزي وطننا بهذه الأبرياء منعزي أهليهم منعزي مدرستهم منعزي رفقاءهم بالصف الطلاب اللي بعيشوا وعاشوا اللحظة أول بأول وعرفوا عن زملائهم نعزي أهليهم وأبهاتهم وأمهاتهم نعزي معلمينهم ومعلماتهم مديرة مدرستهم بهذا المصاب الكبير اللي مش قليل على الكل الكل بالأردن يهتز وبكل العالم يهتز الكل بعد بتعزيل حرة لأنهم أطفال أبرياء نحن لما منفكر بهالأطفال كيف كانوا يعيشوا لحظة بلحظة هذا المصاب وكيف نفسياتهم كيف كانت آخر لحظات حياتهم كيف كانت فالألم كبير كلنا وصبنا نحن عدناهم زي أولادنا نحن كلنا أهالي أمهات وأبهات كلنا لوبنا معهم مع أهليهم مع شعبنا الأردني اللي راح منه نخبة ممكن كانت بالمستقبل تكون شي كبير بهالوطن لكن رجاءنا كبير بربنا يصبر أهليهم الله يرحمهم ويعطي الصبر لأهليهم الصبر لمعلمينهم لمدرستهم لرفقائهم للصبر للشعب الأردني كمان والله يرحمهم الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد